لم تكن اتفاقيات تنموية تلك التي عقدتها السلطات الإماراتية مع الشركة الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال تنفيذ عمليات للقتل الخاصة بحسب تقرير موقع بازفيد نيوز الأمريكي الشهير بل كانت عقودا تندرج ضمن القتل التعاقدي وتصفها المنظمات الحقوقية الدولية بجرائم مركبة تستدعي إجراء تحقيقات دولية عاجلة كثيرة هي جرائم الحرب المركبة التي ارتكبتها وترتكبها السلطات الإماراتية في اليمن تحديدا في المناطق والمحافظات المحررة وقد تعاقدت مع مرتزقة أمريكيين وإسرائيليين لتنفيذ جرائم قتل وتصفية خارج حدود الإمارات وداخل دولة ذات السيادة مستهدفة مواطنين يمنيين يكرههم محمد بن زايد رغم أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحسب اعترافات المرتزقة الأمريكيين والإسرائيليين فقد قام الفريق الذي استاقرته الإمارات باغتيال عشرات شخصياته السياسية والدينية بينهم أئمة وخطباء مساقد ومدراء مدارس وعاملون في المنظمات والجمعيات الخيرية وقيادات في حزب الإصلاح والسلافين وحركة النهضة وضباط موالون للشرعية ولأن المهام الموكلة هي تنفيذ جرائم اغتيال وقتل لشخصيات يامنية فقد دفع محمد بن زايد بكرم بادخ وسخا إذ تدفع الإمارات لشركة الأمريكية مليون ونصف المليون دولار مقابل كل عملية اغتيال وقتل تنفذها في عدن وفقا لشهادة أبراهام جولان مؤسس شركة سيبر إبوريشن الأمريكية ثم تدعوات نطلقتها منظمات دولية طلبت لجنة الخبراء الأممية بالتحقيق في قيام الإمارات باستيقار مرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال سياسية خارج القانون استهدفت جميعها أشخاصا مدنيين بعضهم معضهم في البرلمان اليمني وهو ما أثار السيلة حول إمكانية إجراء تحقيق دولي وطبيعة دور لجنة الخبراء التابعة للمفوض السام للأمم المتحدة وتصعيدها إلى محكمة الجنايات الدولية وما العقوبات المحتملات التي تنتظر محمد بن زايد والسلطات الإماراتية في حال جرت عملية التحقيق أما السلطة الشرعية فيسدها الصمت ولم تتخذ حتى اللحظة أي موقف أو إجراء وسط مطالبات يمنية واسعة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة للنظر في قيام الإمارات باستيجار مرتزقة أمريكيين وإسرائيليين لقتل عدد من مواطنيها وداخل الأراضي اليمنية وعلى نحو يشكل تعد صارخ على سيادة الدولة وعلى دم مواطنيها اشتركوا في القناة